ميد بريس تقدم أبرز العناوين الإصابة تهدد نجم الأسود بالغياب أمام إفريقيا الوسطى التشيلسي تفاجئ الزياش بهذا الشيء بعد مباراة إفريقيا الوسطى من أول لمس له بقميص الأسود زكريا بخلال يخطف الأنظار بهدف في مرمى إفريقيا الوسطى قبل أن نكمل لا تنسى وضع لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتوصلك بالجديد الإصابة تهدد نجم الأسود بالغياب أمام إفريقيا الوسطى تحوم الشوكوك حول إمكانية مشاركة دول المغرب أشرف حاكيمي لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في مباراة إفريقيا الوسطى برسم مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2022 ومن المنتظر أن يخضع نجم أسود الأطلس للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مشاركته في المواجهة المذكورة من عدمها وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها يوم أمس الجمعة أمام إفريقيا الوسطى وكان حاكيمي قد تعرض للإصابة في مباراة يوم أمس الجمعة بعد تدخل قوي من حارس إفريقيا الوسطى في الشوط الأول غير أن نجم الأنتر استمر في الميدان قبل أن يتعذر عليه مواصلة اللاعب ليغادر المواجهة في الدقيقة الأربعة والخمسون تجدر الإشارة إلى أن حاكيمي تألق في مباراة الأمس حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول للمنتخب المغربي بعلم أن المواجهة انتهت لصالح الأسود بأربعة أهداف مقابل واحد تشيلسي تفاجئ زياش بهذا الشيء بعد مباراة إفريقيا الوسطى تغنى الحساب الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بلاعبه الدول المغربي حاكم زياش بعدما قاد المنتخب الوطني المغربي للفوز على ضيف إفريقيا الوسطى بأربعة أهداف لواحد مساء يومي الجمعة لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا الكاميرون 2021 ونشر الحساب الرسمي للبلوز على التويتر صورة من احتفال زياش بأحد أهداف المنتخب في المباراة وغرد عليها بالقول هدفين للزياش أيضا المنتخب المغربي فاز على جمهورية إفريقيا الوسطى بأربعة مقابل واحد وكان حكيم زياش قد تألق بشكل لافت في مباراة المنتخب أمام إفريقيا الوسطى بعدما سجل هدفين وصنع هدفا آخرا في أول لمس له بالقميص زكريا أبو خلال يخطف الأنظار بهدف في مرمى إفريقيا الوسطى نجح زكريا بو خلال لاعب فريق أيزيد ألكمار الهولندي في خطف الأنظار من اللمس الأولى له بقميص المنتخب الوطني بتسجيله الهدف الرابع يوم أمس في مرمى إفريقيا الوسطى وجاء هدفا لاعب دول عشرين رابعا مباشرة بعد دخوله كبديل لأشرف حاكيمي بعد تمرير من زياش إلى برقوق ومنه لبو خلال الذي صوب بقوة داخل منطقة ستة أمسار باتجاه الشيبك ونجحت النخبة الوطنية في استعادة صدارة المجموعة الخامسة لتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2022 بعد أن رفع الانتصار اليوم برصيده للنقطة السابعة على بعض نقطتين من موريطانيا فيما منتخب إفريقيا الوسطى ثالثا بثلاث نقاط وبوروندي متديلا للترتيب بنقطة واحدة وأجرى اللقاء يوم الجمعة في ملعب محمد الخمس بالدار البيضاء بقيادة طاقم تحكيمية رأسه المالي بوبو تراوري يذكر أن لقاء الجولة الرابعة بين المغرب وإفريقيا الوسطى من المقرر أن يلعب يوم تلتاء القادم 17 نومبر الجاري على أرضية ملعب دوار الكاميروني رحلة خاصة للأسود سوب الكاميرون استعدادا لإفريقيا الوسطى تشد بعتات المنتخب الوطني لكرة القادم اليوم السبت الرحال سوب الكاميرون استعدادا لمواجهة منتخب إفريقيا الوسطى برسم رابع الجوالات الإقصائية المؤهلة لأمم إفريقيا التي ستحتضن الكاميرون عام 2022 وحددت الإدارة تقنية للنخبة الوطنية بقيادة البوسني واحد خاليل الزيتشيوم السبت موعدا لمغادرة مدينة دار البيضاء والصفر إلى مدينة دوار الكاميرونية عبر رحلة جوية خاصة من أجل الاستعداد بشكل جيد للمواجهة المذكورة وسيستقبل منتخب إفريقيا الوسطى منتخب الأسود بعيدا عن قواعده بعد أن رفضت الكونفيدرالي لفريقيا لكرة القدم الترخيص لها بإقامة مواجهة الإياب بينهما بملعب باتليمي بوغاندا بالعاصمة بانجي لعدم احترامه المعايير الدولية وأنه لا يصلح لإقامة مباراة دولية وعطى وزير رياض الكاميروني نارسي سمويلي كومبي موافقته على إقامة المباراة المذكورة بمدينة دوارة إذ ينتظر أن تخوض العناصر الوطنية حصتين تدريبيتين لمواجهة إفريقيا الوسطى وكان منتخب الأسود قد حقق فوزا مستحقا على إفريقيا الوسطى مساء أمس الجمعة وفاز عليه بأربعة أهداف لواحد في المواجهة التي جمعتهما على أرضية المركب رياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحزاب الجولة التالية من الإقصائيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الاتحاد المصري يسعى لحرمان نهدت بركان من الحياد في السوبر الإفريقي بات فارق نهدت بركان المتوج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب بيراميد المصري مرشحا لخوض كأس السوبر الإفريقي أمام الفائز بدور أبطال إفريقيا في نسخته الجارية في ملعب القاهرة الدولي بالقاهرة وأعلن عمر جنين رئيس لجنة الخمسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت يوم السبت أن هناك اتصالات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول مكان وموعد السوبر المصري في نسخته الجديدة التي ستكون في العاصمة القاهرة وأضاف المتحدث المصري أن هناك اتصالات ومحاولات لحضور أعداد ولو قول قليل من الجماهير لنهاي دور أبطال إفريقيا الذي سيقام بين الأهل والزمالك 27 نومبر الجاري بالصاد القاهرة ويسعى المسؤولين المصريين لنهاته الخطوة حرمان فريق نادة بركان من عام الحياد خاصة أنه سيواجه فريقا مصريا في كأس سوبر الإفريقي الذي أقيم خلال العامين الأخيرين في العاصمة القطرية الضحى جمس لامي يبلغ الرجاء بقائمة المغادرين أبلغ جمس لامي مدرب الرجاء البيضاء وإدارة الندي بقائمة المغادرين الذين لم يعود يرغب في استمرارهم رفقة الفريق الموسم المقبل وحصل موقع ماد بريس على ثلاث أسماء لا يود جمس لامي استمراره ويطالب بتعاقدات أخرى قصد تعويضه ويتقدم التلاتي غير المرغوب في استمرارهم المحترفة الكونغولي فابريس نغوما والكاميروني فابريس نغاه إضافة للدائر الأيصر بجلي جبيرة وكان كورا قد واكب مفاوضة سلامي مع مسؤول الرجاء وأوجه الخلاف بينهما بتعن قائمة المغادرين والوافدين قبل أن يحدث توافق بينهما وكان هذا من أسباب استمرار جمس لامي في منصبه بعدما اقترب في لحظة من اللحظات من المغادرة قبل أن يتلقى دماناتهم لاستجابة لمطالبه موقف جمس لامي والقائمة التي حددتها تسبب في انشقاق بين مسؤول الرجاء بين مؤيد له واحترام صلاحياته وبين رافد لها بعد فوز أسود زياش يفاجئ مزراوي في عيد ميلاده احتفل الدول المغربي حكم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم بزميله نوصير مزراوي بمناسبة عيد ميلاده بطريقة خاصة وذلك بعد فوز المنتخب الوطن المغربي على إفراقيا الوسطى بنتيجة أربعة أهداف مقابلة واحد برسم الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس إفراقيا 2022 اتنين وعيشترون